أستاذة صبرين من الشرقية أستاذة صبرين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة قليلة الشير نعم وفضل الحمد لله غزك الله وعننا خيريات والله يا فندم أنا سؤالي عن أهل غزة هل إحنا دي نزمت عن تأثرنا في مصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أجاوب على حضرتك يا أستاذة صبرين أستاذة صبرين النصرة النصرة لها بتاخد أشكال كتيرة والنصرة ما بتقفش فقط على شكل واحد ولا مفهوم واحد إحنا بندعم إخواننا في غزة بكل ما نملك وكل ما نستطيعه لكن ما ينفعش وإنت بتدعم حد ننسى إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الصحابة ولكنهم قوموا أن تستعجلون ما ينفعش نستعجل نستعجل يعني إيه ما ينفعش إن حد يكون عامل خطة وراسم خريطة ولأ وراسم شوية أشياء عشان يحقق اللي هو عايزه ويصف القضية وإنت تكون أدى من أدوات تصفية القضية لأنه في الحقيقة هو يريد في بعض الأحيين أن بعض الناس يدخلون في القضية حتى يصف القضية إذن إنت لابد تكون واعي وإنت بتدعم القضية حتى لا تصف القضية وإحنا عندنا دعم للقضية برفضنا لأي شكل من أشكال تهجير إخواننا من أرضهم لأن الأرض كالعرض ولأن ده لو حصل كل المنطقة فسدت وضاعت ولذلك إحنا حريصين كل الحرص على إن إحنا ندعم إخواننا بده دعمنا بهذا الموقف الرجولي والثابت دعمه مهم أي سياق آخر هو ده اللي من أجله كل الوسائل عزاء تأخذك إلى هذا الموقف الآخر ولما تأخذ في الموقف الآخر يجي يقولك برضو يعني إخواننا يجي يقولك أنت هتكرر تاني نفس اللي أنت عملته أولاني فأوقفت عملية التنمية والتعمير ما هو لازم في نفس الوقت اللي أنت تعرف كل السياقات نحن بندعم في قضية شديدة تشابك نحن مش بندعم بقضية زي ما حد يجي يستدعي بعض الأشياء التي لم يفهمها ولم يحللها في مسألة نصرة الأخ المظلوم لا أنت لازم أنت بتنصر أخوك المظلوم لا توسع دائرة الظلم فتقع أنت أيضا في الظلم فلا تستطيع أن تساعده بأي شيء فأنت لازم تكون واعي ولازم تكون عارف ولازم تكون مقدر كل الأبعاد ليه طيب عشان ما ينفعش أن انت تتجر والدليل على ذلك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في خزوة الخندق كانوا يراد أن يجر إلى معركة ورسول الله بنى خندقا ليه حفر خندق صلى الله عليه وسلم عشان ما يجرش إلى إيه؟ إلى معركة يراد منها التصفية فإحنا حريصين على أن إخواننا لا تصف قضيته والأرض تفضل محافظ عليها والأرض يفضل كمان النظر إليها والحفاظ عليها بكل ما نملك وعشان كده أرجوكم زودوا التبرعات والصدقات وكل الأشياء اللي عندكم عشان نساعد إخواننا أن هم يستطيعوا يستمروا في صمودهم وإحنا معاهم مهما حصر نعم